أقال ما هو تعليقكم على اللقاء الذي أسير أو نشر في قناة الرضواني بين الرضواني والدجال محمد مصطفى طبعا في لقاء الأيام دي وأنا كان وعدت المرة الفاتحة قلت سأعلق عليه هنا وحقيقة لأن الناس قالوا لسا اللقاء دا ما تم أنا دا يراجلوا شوية شوية لحد ما يتم باقي كلامهم فهمتا؟ لكن من الأشياء الغريبة في اللقاء دا جمع بين الرضواني ومحمد مصطفى أول سؤال أنت أسألوا لنفسك ما هو الرابط بين هذين الشخصين؟ الرابط بيناتهم شنوه؟ وتأكد إن ما من شخصين على وجه الأرض يتآلفا إلا وبينهما نوع من أنواع الشبه شوفي اتنين صحبان أعرف أن بيناتهم شبه ذلك يقول لك والله أنا صاحبي دا بأختلف معه في أي حاجة كذب مش صاحبك؟ لابد تتفقوا لابد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرواح جنود مجندة ما تعرف منها ائتلف أي بيناتهم نقاط طلاقي بتلموا سوا قال وما تناكر منها اختلف أول ما يتناكروا في صفاتهم بيختلفوا الجامع بين الرجلين دا الحسب ما أعلم وما يظهر لي بيناتهم اللي اتنين أنهما يعملان في حقل الدعوة بناء على المصلحة اللي اتنين دينهم مبني على المصالح إذا كانت مصلحته في فلان بتكلم عنه بكلام جميل أول ما بيجت مصلحته في عدو فلان دا بنبزه أو بتكلم عنه بأقبح الكلام ولذلك تجد للشخصين اللي اتنين دا فتاوة متناغضة أي واحد أنه فتاوة براو نقطة ثانية من نقاط الشبه بيناتهم كل الرجلين اللي اتنين لديه منهج لا يربطه بأي أحد لا من الأوائل ولا من المتاخرين أي واحد منهم منهجه مرجعياته شنو السا أتحداك الآن وريني منهج محمد مصطفى الآن اللي بيديم بيه وداخل مرجعيته وين بلقطه لك لقط اليوم منه فلان بكرة من فلان بكرة من فلان منهج بلقط وماشي على حسب المصالح بتاعته فهمتك كلامي نفس النظام ده الرضواني منهج ملفق ملقط صاي ما عنده قواعد سابق يتعامل بها مما يدل على إنه منهجه منهج مصلحة خد بالك في اللغاء ذاته الرضواني بدأ بيتكلم طوالي نبز أنصار السنة بيتكلم فيهم فحمد مصطفى عضو في أنصار السنة خد بالك الرضواني بشتم في أنصار السنة في نفس الحلقة بيتكلم فيهم وديه السروريين قال وديه لو ما تعرف ححمد مصطفى قاعد ما سخش موساي ولا كلمة أنت ما تايد قل له وأنا عضو المركز العام وأي ذول بيطعم والدعوة السلفية جاب المركز كانت أقول له كده شانت عرف الشغلانه مصالح سكساي كان نواب يعرف أنصار السنة لابد بس مشا قدام الرضواني بيتكلم عن الحلبي قال الحلبي زمان كان بيغشنا وظهر لنا من وجه الحقيقي وعندنا دي وتسجيلات خفية قال ما ما رقناه لأسه والحلبي كان بيعمل كده حمد صفى دنقر لبت ولا كلمة ما قال الحلبي زوالك ما جاك هنا ما تقول له الحلبي زارني في معهد الرشاد ما تقول له زارني هنا وجعني سكساي لبت ومشت الشغل جدهم الرضواني بيقى يتكلم عن عبد الرحمن عبد الخالق وجمعية حيات تراث وقال طبعا طبعا شي محمد صفى لا تدعموا هذه الجهات وذاك سكت ما بتدعمك آخر افطار في رمضان العمل اللي أكمنوا ما حيات تراث يضرب يضرب في الضلع بتاع حيات تراث ويمشي هناك بالبت عشان تعرف الشغلانة كله فيمتى شغلانة بتاعت مصالح فينا من المقابل المقابل الجهة التانية محمد مصطفى عنده رايف الشيخ ربيع وعنده رايف الفوزان وعنده رايف محمد بن هادي جداك في اللقاء يعني قال كلمات كويسة عن ديل ما حنصبه كان ما كانت تقول له أنا عندي الفوزان أنا عنده تكفير ما كانت تقول له سكى السهاي ولا كلمة فيمتى ولا كلمة واحدة ما قالك شغل تعرفوا الناس في النهاية دينهم مبني على المآكل والمصالح وده ما دين ما في دين يا أخواننا هذول بيتعمل معه بمصلحتي وين مصلحتي مع هذا ولا مصلحتي مع هذا شغل كده دالي لتنين ما يصلحوا ومسائلهم إن شاء الله بن ناغشة بالتفصيل من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا